الانفاق الشهري للعائلة الجزائرية ليتعدى 20 ألف دينار جزائري شهرياً هذا آخر ما كشف عنه استطلاع للدوان الوطني للإحصاء الذي تزامن توقيته مع إفراج الحكومة عن إجراءات رفع الدعم الجزئي وما صحبه من نقاشات حول القدرة الشرائية للجزائريين وقانون المالية الجديدة أرقام الدوان تصطدم بواقع الجزائريين في معاشهم اليومي وتوسط النفقات الشهرية للمواطن الواحد في حدود 3300 دينار جزائرية حسب الديوان أما المواطن نفسه فله رأي آخر هذا ليدر إحصائيات موش عايش قامعنا جبل الاربيا وعايش فعال محدة آخر غير معقول باش يكون عقلاء الأسعار وتكاليف المدرسة وبعض الاحتياجات والضروريات مستحيل يعني هذا الأسعار ملتهبة جداً تدني المستوى المعيشي وتراجع الدنار وارتفاع الأسعار يجعل المواطنين يؤكدون أنهم ينفقون في اليوم الواحد أكثر من 2000 دينار في حين تفوق نفقات الشهر الواحد 60 ألف دينار وبين الأرقام والواقع يبقى المواطن الجزائري رهين واقع اقتصادي تشتد صعوباته يوماً بعد آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر